اشتركوا في القناة كل خطوة نجاح كانت في البداية كلمة كل حلم كان في البداية كلمة اتكتبت على كراسة او اتكتبت على ورقة عشان تتحقق في يوم الايام ويمكن النهاردة في موسم جديد على الصحة والجمال بنقول لكل مشاهدين كل سنة وانتم طيبين النهاردة وبكرة وبعده ايام مفترجة وعيد الاطحى المبارك يا رب كل واحد مننا يكون سعيد ويا رب اللي مكتبش لي انه يروح يحج السنة دي بسبب ظروف الكورونا والاوبئة يكون عون للفقراء والمساكين بجزء من حجته اللي ربنا كتبها له ان شاء الله عنه حج السطر دايما انك تسطر للناس كلها وانك تكون دايما غطاء للناس عشان ربنا يسطرك في الدنيا والاخرى وخلي دايما دعائك اللهم استورنا فوق الارض واستورنا تحت الارض واستورنا يوم العرض عليك النهاردة من الزهيرة من السنب اللوين والشكر موصول للأستاذة مونة عوض أحمد ونادي الموهبين هناك النهاردة بتقدم لنا تسع مبدعين تسع عمالقة تسع قادمين لحمل مسئولية الوطن ايوة حمل مسئولية الوطن الناس اللي بتقول قرآن كريم او انشاد او شاعر هادف استحالة فيهم يكونوا مخربين بنقولك يا سبت الرئيس النهاردة كل سنة طيب وكل مصر بخير وبنقدم لك مجموعة من الموهبين الحقيقيين هنتعرف بهم واحد واحد في فقرتين ولا أجمل ولا أروع ويا رب تكون بداية حقيقية لموسم جديد من المصر الأصلي معانا النهاردة مجموعة من الأولاد الجمال زاكي محمود كل سيوم طيب اعرف نفسك للسادة المشاهدين انا محمود من منصورة سنبلوان ابن ماركة الشباب الزعاية قرب المايك منك كده محمود كده محمود طبعا ومريم وجانا وحنان كلكم انا اتعرف عليكم واحد واحد انا عايزك انتبعا انت بتقرأ قرآن كريم وانشاهد نسمى حاجة في القرآن الكريم في الأول كده اتفضل اعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يهل والفجر والعيال العاشر والشفع والوطر والليل إذا يتع هل في زالق قسم لزيحة انا مطاركي ففاربك بغاد انا مطاركي ففاربك بغاد انا مطاركي ففاربك بغاد انا مطارك بغاد انا مطارك بغاد بغاد انا مطارك بغاد انا مطارك بغاد نسمى حاجة que أحمد انا مطارك بغاد صدق الله العظيم او خلية كل هدفها اعدى تخرب به عن طريق الانترنت واخبار فاسدة واخبار مزيفة لزعزعة الامن والاستقرار المصري والاسف كتير جدا من المصريين والمفترض ان هم متعلمين بيقضوا الاخبار دي كوبي بست ياريت في ايام الفضيلة ديت الايام الطهرة ديت نتقي اللي في مصر شوية مريم صبحي زكا مريم كل سنة طيبة تانية سنة وازهري والازهر والناس الافضيلة وبنبعد تحية لشيخ الازهر انه قال امبارح اصدر ان قرار باني يتحطي دفعة طب السنة دي باسم طبيب الغلابة دكتور محمد رحمة الله عليه امام الازهر شيخ الازهر قال ان الدفعة دي اسمها طيب الغلابة تحية ليه هتسمعين ايه النهاردة اه لحظة مسجد الاقصى صدر يا حبيبتي والله لن انسى مسجدنا الاقصى وكبة الصخرى تبكي من الحصرى تقول يا ربا يا واهب الحياة باونك اللهم اكتب لنا النصرى وشجرة الزيتون بغثنه الحنون يبكي على شهداء اردنا الحر يا لغة النفس عنك يا قدسي وانت في البلوة والعيشة المر يا اخوة الاسلام سيروا الى الامام بالعزم والاقدام بصحبة الكرآن النور في ايدينا وربنا يحمينا كرآننا يهدينا في ساحة الايمان هيا اهتفوا يا اخوتي استيقضي يا امتي هيا اعيدي بسمتي كسابق الازمان كسابق الازمان ان شاء الله ربنا يلم الامة الاسلامية والامة العربية ويبعد كل الفتن اللي بتنتشف في المنطقة والغرض منها تدمير الجيوش القوية في المنطقة خصوصا احنا المنطقة عندنا فيها جيشين من اقوى تسع جيوش في العالم او عشر جيوش في العالم اللهم احفظ مصر وكل اشقائنا العرب والمسلمين نروح من الانشاد والقرآن للشعر لكن ابنا نروح للشعر لستأذن مخرجنا العظيم نزل تواصلنا على الشعر عبد وارفاعة او اعداد البرنامج لان اي موهبة هيكون معانا في اي وقت حسب موهبته ايه الحقيقية شاهد وحنان وجنة صح كده انتوا بقى مباراة شعر انتوا التلاتة في الالقاء هتسمعين ايه يا شاهد قصيدتي بعنوان الجيش المصري للشعر الاستاذ الكبير رضا ابو الغيد يلا يجيشنا اشد الحين يلا يجيشنا اشد الحين رأي تنصر الينا دليل احنا يجيشنا ولاد النيل وانت يجيشنا ملكش مسيح جيشنا يا اعظم جيش في الدنيا جيشنا يا اعظم جيش في الدنيا مصري بلدنا يا ام الدنيا وابطالها وعزم رجالها مصر هتبقى قد الدنيا بص يا صاحبي شوف يا اخينا بص يا صاحبي شوف يا اخينا جيشنا منور في الحبسين جيشنا منور في الحبسين جيشنا منارة جيشنا حضار واسألوا عنه في جيش موهب علوا السقف امواليا شباب علوا السقف امواليا شباب نصر اكتابر على الابوال سقف اوي سقف اوي يا واحلة احي لا بضبورة ومصر وكان مصر يا جيشنا يا بينا وبيك مصر يا جيشنا يا بينا وبيك وقت الشدة تناد علي ما انت ولده ما انت ولدها وانت سنده ومعك رب العزة حميد جيشنا تملي بيحمل همي جيشنا ابوه واخوه وعمي واللي تملي يضحي أمي ويقول لاجلك ينخز دم كان في اكتوبر مش ناسين كان في اكتوبر مش ناسين وفي رمضان والناس طايمين خدنا قرارنا في عز نهارنا نهزم جيش المحتلين خط الموت كده حطمناه عدينا وعبرنا قانون اما السادس من اكتوبر عدو تملي بنستنى عدو تملي بنستنى يلا يجيشنا أشد الحين رأيت النصر يلينا دليل احنا يجيشنا أولاد النيل وانت يجيشنا ملكش مسيل تحية مصر تحية مصر تحية مصر وشكرا انت تحية ورضا بلغيط الشعر الجميل ابن الشرقية ومية الأمح يا حيا تحياتي ليه بجد على الكلام الجميل ده ده انت يا بنت حركتنا من جوه ايه الجمال ده تجليس حاجة تانية للجيش طبعا ده وعندك تاني رضا حنان مالك خايفة كده نحن صحاب قاعدين مع بعضنا وبنتحك كده ابتسمي سنة كامحنان ثلث عدد الله هو أكبر عليك هتسمعين ايه النهاردة قصيداتي بعنوان دق الجرس كلمات الشعر الكبير الأستاذ وليد ميليجي حبيبي وليد ميليجي وأوطار والتحية الوليد ميليجي الناس دي يا جماعة شغالة للمواهب شغالة بتكتب وبتشتغل وبتعمل ندوات تحية رضا بلغيط وتحية الوليد ميليجي والشعر محمد هيكل وكل الناس المحترمة سمعيني ومتعيني لشعراء الكبار دون ده الجرس ده الجرس وطلعنا نجري على الطبور الكل واقف في سبات آية وحديث حكمة وكلمة وتعلمات وفي لحظة كنا في الفصول القبلة كانت أمنا كانت إمام بيء مننا فجأة تقول كله انتباه اكتب في وسط السطر مدرسة الحياة قلت مش فاهم يا قبلة يعني ايه ردت القبلة علي مدرسة أبوبها فتحة للجميع اللي يتعلم يفوز واللي يجهل هيضيع اللي ماشي على السطور واللي ماشي تحت منها اللي غايب مش مذاكد واللي حادر عقل فاكر اللي هامل فيها فاشل اللي هامل فيها فاشل واللي ذاكد فيها ينجح في النهاية كله مروح قلت قبل كله مروح بس من غير الجرس لقي يا ابني لقي يا ابني في الحياة مليون جرس لما صفحك يبقى ليل لما صفحك يبقى ليل تشتكي من وحدتك وانت علي وانت في عز النهار عاي الزليل لما بحرك تختفي منه شطوته لما بحرك تختفي منه شطوته والزمن يرسم عليك بينك خطوته لما توبك تنسحب منه خيوته لما جسمك ينحني من غر رجوعه لما يبقى الكل واعي وانت في وضع الرقوعه لما تبقى ايدك العكزة عيونك لما تبقى ايدك العكزة عيونك لما عقلك يميخونك لما بتكلمك دونك كل شيء ماشي بدونك لما تتغير ملمحك لما تتغير ملمحك لما تحذر علماته لما تحذر علماته قبل ما تسمع مسامحك قبل ما تسمع مسامحك تشكي ضعفك تشكي ضعفك وانت يوم كنت الفرس يبقى خلاص بق الجرس يبقى خلاص بق الجرس وشكرا انا اكمل لي رضا ابو الغيت صديقي ووليد ميلي جي صديقي فانا شايفهم وانتوا بتقولوا بجد انتوا ممتازين يعني يا بختي وليد ويا بختي رضا بيكم ايه الامر بقى بتاعنا اللي قاعد من اول النهار ده ايه انت مبتسمة من اول الحلقة زكا جن في سنة كم راح ولا متوصل اتسمعين ايه صار قل حضرقكم قصيدة بعنوان امي للشهر كبير واستاذ جابر الاسد تمام فضل ياللي نور الجنة منك ياللي نور الجنة منك ياللي مد فازسك روحي دايق منبت نتيكي مو الفراء والبعد عد لو تعبت لاقيك تبك لو تعبت لاقيك تبكي نظره منك تكافي بتدويني وبأيديك بتدويني وبأيديك لما ترق الرقوة تشفي مهما اوصف صعب وصف مهما اوصف صعب وصف يكمل مهان وقت اعطى حتى لما غلط وتقسي كنت اشوف الشدلون ياللي شاهد وعترسلت ياللي شاهد وعترسلت الجنة الفردوس في طعب بتوحشيني كتير يوم بتوحشيني كتير يوم ياللي قلبك كنيسة ياللي عايشة في النهائل ياللي مدت وحملة هام نفس اجيلك واشتكيلك نفس اجيلك واشتكيلك نفس الاقف يوم حنيل نفس ارجع بالسنين لجلى اقولك لجلى ضمك او اشوفك وانحذيل مين علي يكون بتبتك مين علي يكون بتبتك لو بايدي ما كنت سبتك مين علي في يمي طبك بالمحبة والحنين لما بزعل ولا بغضب وفي حنانك هالأذان فاكرك يا امي ساعة اداة ساعة صلاة اصلك دية ربنا ياللي لي كنت جاء ياللي لي كنت جاء دلوقتي بدعي ربنا يوم اللقى عند الاله يضمنا يضمنا وشكرا والله انا ساعد بكم بجد يعني انا عايزك يعني الوقت مش عايزه يخلص انا عايز نقعد مع بعض يوم واثنين وثلاثة ونروح ندوات مع بعض ونسمع مع بعض دول زهرة المجتمع اللي لازم كلنا نسقيها بالخير والمحبة على فكرة مش بالكلام والشعرات يا جماعة في ناس ربنا خلقها توقف على الحدود وفي ناس ربنا خلقها توقف على سقلات عشان تبني وفي ناس ربنا خلقها عشان تاخد بايدي المواهب الحقيقية وتحطها في المكان دوت وتقول لهم يالله انطلقوا من هنا حتى لو المواهبها ستين سبعين في المية هيجي لها يوم تكون مية في المية وتملأ الشاشات وتملأ الفضائيات وتملأ كل مكان ونقول مع بعض فعلا هنبني مصرنا العزيزة القوية الابية التي لن تنكسر ابدا مهما تكابلت وتكالبت كل الأمم حوالي منها مصر قوية مصر عفية مصر جديدة بجد أنا عادة أسمع منك حاجة يا محمود أختم تديرو المايك كده نختم بيها الفقرة دي حاجة إنشاد منك كده أغرب المايك منك شوية طائر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي صلى علي الله أخلاق وصفات سبحان من سوا وقد ودي وحبيبي ودعوة النجاة يا حبيب الله يا رسول الله يكتوب لما نلقى قمدوك يا ربا مولا يا صالي وسلم باي من أبا لا حبيبك خير الخلق قولي بولا يا صالي وسلم باي من أبا لا حبيبك خير الخلق قولي يا ربي صالي علي يا ربي صالي علي يا ربي صالي علي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما فيش اجمل من ان احنا نعلم ولدنا ذكر الله رقم واحد وذكر الرسول ثم الوطن وثم التعليم واحترام الكبار اللي افتقدناه في المجتمع النهاردة الصغير قليل اولا ما حد بيحترم الكبير عايزين نعيد بلدنا ونعيد دينا ونعيد ثقافتنا الحقيقية والله هنتعب كتير لكن في يوم من ايام هنجنس مار الخير مبارح في جنازة لأحد معلمنا الكبار تلميز وقف وقال وهو الذي كان يلقنه كان بيقول هذا الذي علمني كل حروف الحياة كلمة كبيرة جدا رحمة الله عليك استاذ ذكرية احد مدرسين شمال الجيزة الرجل العظيم الذي لم يترك الا كل خير نسمع معنا مريم كمان معنا نسه وقت في الفقرة نسمع حاجة مريم انت المور الله فجالا جئت بعد نسمع حاجة مريم ربنا علىك قاتل يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعين نضي أنت عند الحوض أنت حاجة صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا نسول سلام عليك يا حبي سلام عليك صلوات الله عليك اشتركوا في القناة يا شفيع يا رسول الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليه وسلم معنا دقيقة شهدت وانا وعدت كاختم بك الفقرة داية ناخد دقيقة في تحيا مصر قصيدتي بعنوان تحيا مصر للشعر الأستاذ الكبير رضا أبو الغير تحيا مصري في القلوب تحيا مصري في القلوب شمس ما تعرف غروب واللي داف في الحب ضب يا رفيت بأن مصر تحيا مصري في كل حين تحيا مصري في كل حين اسم مكتب على الجبيل واللي آمن بالأمين يا رفيت بأن مصري تحيا مصر من الرجال تحيا مصر من الرجال من الجنوب حتى الشمال واللي عاشق للنضار يعرفيت بأن مصر تحيا مصر أمو الحسين تحيا مصر أمو الحسين فتح ببها لكل دي واللي إيمان ومتين يعرفيت بأن مصر مصر إبلاء للجميع مصر إبلاء للجميع للشاب قبل الرديد والخريف قبل الربيد يعرفيت بأن مصر مصر بينا ومصر لينا رملها حنة في إيدينا واللي شايف خيرها علينا يعرفيت بأن مصر يعرفيت بأن مصر تحيا مصر تحيا مصر مع بعض قلنا إيه؟ تحيا إيه؟ تحيا مصر من قلبنا تحيا مصر تحيا 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 مصر والله بجد أنا يعني قبل لهوا بدقايق شكرا أستاذ مونة عوض أحمد على الهدية اللي بتهدهاني النهاردة بجد يعني يمكن أنا ظروف كنت تعبان شوية وما قدرش أعدي معي الحلقة بأمانة فقرة ولا أروع السنونا في الفقرة التانية وبرضو ضيوف ولا أروع ولا أحسن ولا أفضل أربع مواهب حقيقين قادمين على خطى التحدي وخطى الفنانين الكبار ولكن بعد الفاصل ورجعنا لكم في الفقرة التانية من المصر الأصلي وموسم جديد على الصحة والجمال يارب يكون موسم خير ومحبة ودائما زي ما أنتم عارفين سنوات من العمل الإعلامي الخدمي لخدمة الفن والمواهب الحقيقية وثنوش إن إحنا بكرة عندنا برضو على الصحة والجمال الساعة خمسة حلقة خاصة جداً عن انتخابات مجلس النواب ويكون معنا ياسر حربي المرشعان الأليوبية لكن النهاردة معنا في الفقرة التانية مجموعة من المواهب الحقيقية بجد إن أنا ما بسمحهم على اليوتيوب بستمتع بحس إن أنا بسمع حاجة بتديني باور وخاصة جانا من أصدقائي على الصفحة ونهاردة جانا ورحمة وحسنات هنشوف مجموعة النهاردة من المبدعات الحقيقيات اللي هيكونوا في يوم من الأيام رباط بيوت هيكونوا مهندسات هيكونوا دكاترة هيكونوا موجودين في ساحة العمل وكل واحدة مسؤولة عن كتاب ولا منها الناس النهاردة جايين أو البنات دول جايين النهاردة يقدموا رسائل للمجتمع كله إن إحنا بنات مصر ستات مصر نساء مصر القادمات التي لا يخشينا في الله لو ما تلائموا إنهم الوطن بالنسبة لهم رقم واحد دولها يطلعوا في اليوم من الأيام المسؤولية جانا صبري زيك جانا أهلا بحضرتك أنا سعيدة إن أنا من جمهورك وأنا سعيدة جدا إن أنا مع حضرتك وسعيدة إن أنا في برنامج الصحة والجمال أهلا بيك تسمعين إيه نهاردة جانا أسمع قصيدة بعنوان ابني يا ريس للشاعر رضا أبو الغيط تمامي تفضل ابني يا ريس عمر فيه ده انت حبيب هؤنين عنيه من كان غيرك قال للصحرة إن الوردة هيطرع فيها ابني بيطوق صروا مصانع وابني كنايس وابني جوانع لو عالمصري ما عندوش مانع دمه يحني يجب في ايديع ابني مدارس اللي يصنها ابني مدارس اللي يصنها واللي كحة ليها عيونها واجمت دايماً على اللي يخلها واللي في يوم كان بك عنيها مصر أمانة وانت صينها مصر أمانة وانت صينها ومع الجيشها والجلدين وان كان على اللي بيسر أخرها بكرا نجيبوا ببس رجليا ابني يا ريس وزر عليها ابني يا ريس وزر عليها قل للرملة للبس حريبا وعد تنسى تسلح جيشنا اللي ببنه وروحه حميحا خليك صاحي للونهار خليك صاحي للونهار وعد آمن للأشرار اللي هدفهم يوم تنهار تبتش طنهم يسرع فيها ابني يا ريس وإحنا معاك ابني يا ريس وإحنا معاك فيما بكون هنكون وياك وعشان صادق اختار داك تبقى المصر الغلب يأتيها ابني كباري في كل مكان ابني كباري في كل مكان تبقى في عز الزحم أماني وازرحتوك جنب الرمان تطرح ضل الطوف حواليه احصر فيها كمان أنفاء احصر فيها كمان أنفاء لجل ما يبقى ما بيننا فراء وصلسينا بالوراء وصلسينا بالوراء لجل ما نصنا تطل عليها احنا يا ريس فوضناه احنا يا ريس فوضناه تبني مزارع للأسماك لجل نقضي الاستهلاك والنص تحصل زرع ديها يالله يا ريس سلح جيشنا يالله يا ريس سلح جيشنا وبني كواعد حتى بدشنا لجل ما نحمي العرض وعشنا awat حتى tunesي طمعا فيك اضنا بأيدك والسيبين اضنا بأيدك والشايبينك كل الشعب المصر حبيبك ابني يا ريس الله يعينك وادعي على المصر الله يحميها وادعي على المصر الله يحميها وادعي على المصر الله يحميها وادعي على الحي warriors والله يا بخت ردا أبو الغيت النهاردة م شاء الله الحلقة كلها تحياتي لي بجد والله أنا عايز أقول أنت في القصيدة فيها ربط رضا أبو الغيت من الشرقية واللي بتقولها النهاردة من المنصورة واللي بسمعوها مصر كلها يا جماعة يعني الكلمة تقدر توصل للمجتمع كله فدايما دوروا على الكلمة الهاتفة جانا خلف أزيك يا جانا في سنة كي سنة خمسة سنة خمسة دي المايك بقى كده يلا سمعينا بقى كده حاجة كده أحسكتك لجانا صبري بقى أنا اسمي جانا خلف من المنصورة السنبلوين بنت مركز شباب طمائي الزهير سأقولكي على حضراتكم قصيدة بعنوان وش أمي للشاعر الكبير الأستاذ وليد مدي جم يا وعد الشمس طلعت جم يا وعد الشمس طلعت والنهار خبت علينا جم ده جامد بدر نعم كل خير منها يجين جم وصحصح ده الكسل كله وخاي شوف يا أخوه يلو تسمعني قالوا عامل إنه ناي كنت فتح عيني دايما كنت فتح عيني دايما الجو الشك أحسدني اسم اللي باست يماخد كنت صلي تقول لي حيلك كنت صلي تقول لي حيلك واحدة واحدة ده انت ما بتلحك تقول كلمة في سجد الشيطان ضاحك عليه يلا روح المدرسة ليعد وقتك وانت راجع وبقعد يروح لخلط بقسلم لي عليه وعاتين تسد بس ايديه بقسزور صاحبك مريض خد جنيه واشتري الكيز بورتقاء أصلي صاحبك هو ضهرك حيث تتسند عليه لو يعاديك الزمان لو يعاديك الزمان وعيون تخضر بجاء أصلي صاحب عمر ماشي فيه مصارك لما تنزل مصر عدي عند خال قل يا خال أمي بتقول لك تعاله حتى أخذ لك يوم أجال ونفسها تشوف العيال وعيون تنسى البنات رح وزرهم رح وزرهم جوا درهم ده البنات هم البدور من ضياهم تدخل البهجة قلوبنا اسم مل جنة وحوظ دول ولاية يا ضنايا دول ولاية يا ضنايا وعيون تأذي قلوبهم أو تجوه دول ها يستنوا قدومك باشتياج ما للقلوب اللي تعبانا ساعدها اللي تعبانا ساعدها والضعيفة خد بإيدها ده الكفن ما لوجيه هو ده اللي باقي لي أوعتين ستود عم أصل عمك يعنبوه عمري نفسك تبقى راديا لو ولادك يمسابوه رح وقوله رح وقوله وزرنا مرة أصلبوه يا وحش صوت فستفضل في عيونه مدغي كنت عارف إنها بتكذب علي كنت عارف إنها بتكذب علي بس كنت بتجلب أبيض من الحليل كلكوه كلكوه ملاخكوه مهما يزعل ولا يعتم أو يلوم هو عتزعل أصل أخر هو عتزعل أصل أخر كلمة بتغطي حياتي لما لحظات توجع بتقولها أخر لما تنسوا وتفتكر لما تنسوا وتفتكر لما تنسوا وتفتكر لما تنسوا وتفتكر عمر ما يكلك يا ابني حتى لو كنت اليمامة وفورك ياه ياه هو دا اللي ربنا وصع عليه ياه يا أمي انت إيه انت في أعلى المنازل ولا دا كان وحي نازل ولا إيه سرك يا أمي كنت بط ضايق ساعات كنت بط ضايق ساعات كنت بط ضايق ساعات كنت بط ضايق ساعات كنت وشك ببتسمته رغم دم عام الدري رغم فرحة له وليه هو سلطان الأمر بسمه بط ضايق ساعات رغم فضايق ساعات شوف يا أخوه يلوى الثماني جلوى عامل إنه نايم جلوى عامل إنه نايم وشكراً والد مريجا عنده قصيدة تنس ماهوش أبوه يا غيروش أم ديت ودايماً بيقدم رسائل للمجتمع القصيدة دي فيها رسائل كتيرة جداً تتعمل فيها دراسة في حلقتين مش في حلقة واحدة برافو عليك بجد أنت قلتها أحسن من وليد على فكرة والله بجد يعني رحمة عامل ايه؟ الحمد لله سنة كان؟ خامس دخلة ستة دخلة ستة بالنجاح إن شاء الله هتسامعين إيه؟ أسألك على حضراتكم قصيدة بعنوان آخر صوت شاعر الأستاذ الكبير والد ميليكي جميل شفت محمد والنبي يا والد لا تعد عليه كده يا محمد وحشتني عيونك يا ابن الإيه الودي حبيب تمكلمني ويداني معاني الجاي اللي اكتائرة عنني ويا الأولاد اسكت يا وليد مش يا بجالي بطول اللي لقاعي الجنبي بسألنا عليه للصبح حبيبي يكلمني أروح ما بتعرف كده وحلسة عبد الرحمن قم سبب جدك حبة بيت جدك حراس والقودة تكتمة وزي الحبس ارخ الشبك زي الأياب وتوضى حبيبي وصل للعصر سبابة اثنان ده مسافر في الفجرية المصر ولقيه هتعد نفس المشهد شفت محمد والنبي يا وليد سلم لعلاه وحشتني يا ودي حكته وعناه مكفى يا حرامة عزبته وعرفنا خلاص انك ماشي من غير ولا صحب ولا حشي ودموعي اهفرت من عاد ودموعي اهفرت من عاد ونسيت يا غاية كلامي كلام مش فاكرة في مرة واعدتيني استنى الاول وديه والنبي تستنى كمان حب طفين الهمة هنتخب وحنشكل مين طب مين القلب اللي يططط او فين الكلمة اللي ترطط لقلبنا شفانة وبتشطط حض مت لو رح هنجيبه مني كان يروي القمح سنين قداه وحكاوك ترتحت التوتر وكفوك راحا عليها الناس وانتقل وانت المبسوط ترمين الدنيا في مقسيح في الشق العيون يرمين وقديك التهرة عليك بيني تمسع علي راسي ترقين هو انت يا وات دايما محسود ولا عشان يعني انيك خضر طب ما انت عيونك بالالوان وبشوف عيونك بيت بستان وفي نورهم تتجلى القدرة وطلة تهل من الدين ايوة يا غاية دايما محسود حزنى عليك يا فاتحي حزين الدحك اللي بتروي جوف العطشات حزين الدنيا اللي ورسها عن ابو يا زمان ذهبك ويقوتك ومساتك والنور المخلوق من فضل يغسنلك نور وصلاتك واشرب وتزمزم وتوضع القلب اللي اندف فينا خلاص والقلعة كدر من غرح الراس وما في الزوار والباب مفتوح انفاس بالدعوة حربت موت في ايه بيروح وبيتعوة فجأة ندد كان اخر صور قالت يا وليد شوف المحمد والشكر اوه دايما وليد مغلب ام واخوته كده والله بس ربنا جايب له هدوء مغلبية هدوء بنته حسنات اتسمي فقط من اول الحلقة منبرع ما اقولك اتسمي حسنات كل سنة انت طيبة انت طيبة كيف سنة كيف؟ اقول عددي اقول عددي هتسمعين ايه النهاردة هصمع القصيدة احنا الشعب المصري للشعر الكبير الاستاذ رضا ابو الغير احنا الشعب المصري الحر دمنا حامي لحمنا مر ما بننساش كده اهل الخير ولا بنسامح اهل الشر مدن ايدنا لكل الناس مدن ايدنا لكل الناس لينا حضارة ولينا اساس واللي يفكر يخضر بينا راح يلاقينا لغم ورصاص اسأل عنا في جيش مين اسأل عنا في جيش مين واسأل عنا الرمل في سين احنا الشعب المصري المؤمن والقرآن دستوري يهدي يلا هدفكوا تفرقوا بينا يلا هدفكوا تفرقوا بينا السمتون الشيعة وسن ريح بلكوا ووفروا ملكوا احنا الشعب وعرفين دين اللي يشدنا في نن العان بكرا نشيده في الاثنين واللي يحاول يخضر بينا يبقى يا والو يا مصري اللي يحب بلد الحب وقت الشدنا بنفض الجنب واللي يحاول يوم يأزينا تبقى نهيته بفعله وزنبه قلبنا أبيض زي الفل فتحينه وبنحب الكل بس يا والو يا سوادليله اللي يزعل ست الكل مصري بلدنا هي حياتنا حبها لينا قتنا وزدنا لما الشمس تبص أرضيها تبقى بداية فجر ملد احنا الشعب المصري بجد عندنا صبر وملحش حد واللي يحاول يوم يطاول رح نديله الدرس بجد رح نديله الدرس بجد احنا الشعب المصري الحر احنا الشعب المصري الحر شكرا ايوة اللي يعدل خط الأحمر هياخد فوق دماغه هو قالها كده قالها وقالها يجعل خط الأحمر هياخد فوق دماغه احنا قالها مبارح الرئيس في منطقة الصلاحة وبفتتح مقاملينة الروبيكي قال الاسد محدش بيقرب منه وقال يا جماعة سيبوا الناس تشتغل شوية واحنا مش هنفرط في مسئوليتنا في مشوار سد النهضة احنا لنا حقوق حياة وحقوق تواجد الحياة كلها جاية من هناك فامش هنسبها فسيبوا الناس تشوف شغلها سيبوا انا ما اقدرش اشتغل زي اللي شغال ولا الكاميرات بيخرج البرنامج هو عارف الدنيا ماشية ازاي هو اللي من غيره الدنيا ما دخلقش الكشاشة ما دخلقش اذا كل واحد ليه الحتة بتاعته سيبوا جيشنا وثقوا فيه ثقوا في الله عز وجل ان مصر دائما ودوما هي الامن والامام جانا انا في قصيدة ليكي بحبها اسمها حمدك يا رب تقريبا نفس اسمعها نسمع قصيدة ام الشهيد للشاء للواء محمد هيك تمام حبيبي محمد هيك حمدك يا رب حمدك يا رب رغم الوجع اللي بينزل دم لكن سمشني لو يخن الزب اصلي الحياة لو ما اتطنع للام وكأنها راحت معالي الأمر وكأنها ماتت من غير كفا ولا موت ابن وحبيب الدنيا بيك اتعيد ابن وحبيب الدنيا بيك اتعيد ابن وحبيب العمر بعدك موت عارف يا وان عارف يا وان من ينفراءك والكلام لا عايز اقوله ولا اسمعه عمل تجيني في المناه عمل تجيني في المناه دفي قلبي وتوجعه وتشبعه وحرمه من ده اللي كنت لدنيتي ادماه من ده اللي كنت لدنيتي ادماه صوت البكة صوت البكة على وش خاك والجراه على وش كل اللي شخوك او يعرفوك وليتمي في عيوني انا وليتمي في عيوني انا واختك وابوك لكن ده يتمي بيك زلزني وكوان وحدد كتير بعديك ليلاتي اتلان ما بدقش طعم النوم ما بدقش طعم النوم بصحو عليك وبقوم حزني الخلايقكم وانا حزني من قرئتك يا ضنايقكم تاني وحشاني رحتك اول وحشاني رحتك اول ومنايلة وشمت اشتقت يبني اول اشتقت يبني اول تحضني وأضوك اشتقت عليك اشتقت انا عليك اشتقت انا عليك وكان كل البشر حزنه على دمك فالنقصر 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 هي انا لكن ولا يهم رد يا او مؤمن رد يا او مؤمنة من تا شهيد مصرنا وده فخر لي يا انا اني اكون اما وده فخر لي يا انا اني اكون اما وشبك انا سعيد بكم انا معي ثلاث دايق احناس كل واحدة تقول لي مش يعني بقى تقول لي ايه لكل الناس تقول لهم ايه عشان خطر مصر لا teşekkür ها اقول لهم انتو نحافظ عليها اه لازم نتحافظ علي مصر وتحميها من الاعداء لان مصر هي أمك وكل حاجة لك ادي بقى المايك لجانة وتقول لي ايهوا يعني كل الناس بردمين زي جانة كده تقول لي عشان خطر مصر اقول لازم ان نحافظ علي مصر ونحميها من الاعداء بردق ونحافظ عليها ونكون دايماً كده أقوياء رحمة نعاف اللي أنت بقى رمضة ما شاء الله تقول ليه بقى أحب بقى أنا أشكر مصر أيوة وأشير معاها أمها نفسها أكون يعيجيش يحميها من الصرحة ويحميها من كل الأعداء حسنات من اللي بيساعدك بقى في التدريب على الإنشاة على الشعر أشكر قبل مناو باسم مناو ويبابا وماما اللي وقفوا جنبي أنا بشكركم وسعيد بيكم وآخر دقيقتين هوصل فيهم رسالة دايماً في كل حلقة بقول جبر الخواطر جبر الخواطر أجمل حاجة في الدنيا كلها الدنيا ضيقة على ناس كتيرة جداً والظروف اللي فاتت كتير جداً من أصحاب المصانع والشركات والمحلات استغلوا فرصة أن تخفيف العمالة وفي ناس كتير ما اتقيتش الليها في الناس بجلابة ومشت كتير جداً من الناس اللي عندها ناس كتير جداً دلوقتي رجالة قاعدة بدون عمل بدون دخل بدون أي مصدر رزق بالنسبة ليهم في ناس كتير جداً بتسأل الله بتسأل الناس اللي حوالين منهم في ناس جتير جداً عفيفة ومقصورة وقاعدة جوه بيوتها وحط خنقتها جوه نفسها لكن بتقول يا رب فبالله عليك لو أنت قادر وانت بتجيب كيله لحمة لولادك هات كيله لحمة وبعتوا ليهم من غير ما تأذيهم من غير ما تتفاشخر وتوقفهم طوابير حوالين منك وتاخد سورتين وتنزلهم على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى عدوبك بالدم وتقول أنا ده بحتش هلتديت فلان وعلان خلي اللي بينك وبين ربنا عمار في أول حلقة قلنا السطر من يسطر الناس يسطره الله اللي بيمشي في طريق السطر وجبر الخواطر ربنا عز وجل بيجبر بخطره تقو تماماً ودوماً ودائماً إن من يسطر الناس ربنا بيسطره بوعى تكون غير إنك تكون جسر خير في الحياة أنا عايز أقول لك آخر جملة هقولها ومحدش ضامن الحياة اللي بعد دقيقة بعد شوية كل شوية بنفقد عزيز بيقع مننا من وسطنا بسواب مرض أو غير مرض شباب بتغرق وشباب بتموت وعربات بتتقلب وموت كتير حوالين من نينة دلوقتي وإحنا نتطعز بالله عليكم لو أنت جاي بيدون جديدة لولادك ما تتتشخرش وتنزل على تفحات التواصل الاجتماعي أو توري جريانك اللي مش قادرين القب اللي قاعد جوه مأهور ومش قادر يجيب لعياله ممكن تكبره إنه يستلف وممكن تكبر واحد نفسه ضعيف إنه يسرق أو يعمل جريمة عشان يجيب لعياله فلو هتجيب حاجة لعيالك دخلها في ستر وستيرة ولو قادر تجيب لجريانك هتلهم وهتل إخواتك وهتل حبيبك وكون دايماً جسر الخير جبر الخواطر من يجبر الخواطر ربنا يكفيه شر المخاطر يا رب دوماً ودائماً اجعل أيامنا حب وخير وسعادة وأمل وحب مشعرات دي حقيقة من يسعى لجبر الخواطر ربنا يجبر بخاطره بسم الله الرحمن الرحيم واحتصم وبحبل الله جميعاً ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم أصلح بيننا وبين أنفسنا جميعاً واحفظ مصر بهؤلاء القمات أنتوا في يوم الأيام هموت أو عايش هتقولوا اللي الكلام اللي بيقولوا ده هو الحقيقة أنتوا اللي هتبنوا مصر تحية ليكم وفي النهاية تحية إيه؟ تحية مصر وشكراً لفريق العمل بالصحة والجمال وحقيقة أنا نفسياً ارتحت في الحلقة الأولى ليا هنا داخل القناة ويا رب يكون دوماً ودائماً ونعمل مواسم كتيرة جداً من المصر الأصلي وتحياتي لإعداد الحلقة الجميلة جداً أستاذة مونة عوض أحمد وتحياتي لكل السمبلوين وابعت تحية في آخر الحلقة وبقول لحج حلمي أبو ليلى في السمبلوين وكان أحد الرعام على قبل كده معاك مواهم بالسمبلوين يلا نحط إيدينا في إيديهم ونطلحهم من النور ونقول دائماً ودائماً تحية تحية مصر وشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس البعاد تحياتي عبدالتواب الرجاع